تحذيرات من عواقب وتبعات استمرار إغلاق ثلاثة حقول نفط في ليبيا أطلقتها وزارة النفط الليبية مهددة بأن إغلاق تلك الحقول قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة الوزارة أوضحت أن أغلاق الحقول سيدر بتسويق النفط الليبي كما سيقود الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير ودعت الوزارة جميع الأطراف الضالعة في الحوادث الأخيرة إلى إبعاد إنتاج وتصدير النفط عن النزاعات يأتي ذلك بعد توقف الإنتاج في حقول الفيل والشرارة ومئة وثمانية نفطية والواقعة في جنوب غرب البلاد يوم الخميس الماضي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري الذي احتجز في مطار معتيق الدولي بالعاصمة ترابلس منذ الثلاثاء الماضي ويعد حقل الشرارة من أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا وتبلغ طاقته الإنتاجية ثلاثمائة ألف برميل يوميا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الفيل سبعين ألف برميل يوميا من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل زوية السنوسي لحليق أنه مستمرون حتى الإفراج عن بومطاري محملا الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد البيبة المسئولية عن سلامة بومطاري وأفاد أعيان وشيوخ قبائل زوية بأن بومطاري تعرض للابتزاز للتراجع عن ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي لكنه رفض ذلك وأعاد إغلاق الحقول الثلاثة شبح وقف صادرات النفط الليبي والذي استمر لسنوات بسبب الصراع الدائري في البلاد